مرحبا جبا معكم يونس أتو إليكم بفيديو جديد وبرسمة جديدة اليوم قررت أن أرسم رسمة من أحد المعجبين وهي من شخصية ميكو فالبداية قد رسمت سكتش بسيط للرسمة ثم أعدت فوقه بقلم الحبر وهي النتيجة أمامكم والآن سوف ننتقل إلى التلوين مباشرة هيا بنا لننطلق لاتس جو حسنا في بداية رفاق ما تعود أبدأ دائما بالبشرة وأبدأ بالقلم الغامق وهو اللون البني هنا استعملت البني المحمر ثم أعدت فوقه باللون الوردي وبعدها قمت بإضافة لون البشرة وهي الطريقة أمامكم حسنا وفي التالي سوف نكمل بباقي البشرة بنفس الطريقة وأرجو منكم يا رفاق أن تدعمونا بلايك ونشر الفيديو مع الاشتراك في القناة إن لم تكن مشتركا ووضع رائكم في التعليقات وما إذا كنتم تودون طلبات للرسم فضعوا لي كل شيء في التعليقات حسنا سوف نكمل بالعينين سوف نبدأ باللون الغامق يعني الأزرق الغامق ثم الأزرق الفاتح وبعدها نكمل بالأخضر الفاتح بهذه الطريقة كما ترون الفيديو ليس تعليمي فقط أن أشرح كيفية الرسم أو كيف رسمت الرسم لذلك أرجو أن يكون الرسم واضحا أمامكم حسنا قد انتهينا من العينين والآن سوف ننتقل إلى الشعر نفس عذرا نفس الطريقة قمت بجلب هذه المرة قلم أزرق غامق ثم لم أقم ب يعني كيف أقولها لكم بالضغط عليه فقد قمت بإرخاء يدي ولونته بعدها سوف نضيف اللون الغامق حسنا نكمل البشرة والآن سوف ننتقل إلى الشعر فقط لا تضغط على القلم كما أفعل الآن حسنا والآن سوف نضغط على القلم للتضليل بهذه الطريقة كما ترون وسوف نكمل مع باقي تفاصيل التضليل بهذه الطريقة حسنا والآن سوف نكمل باقي الشعر بإضافة القلم الأخضر الفاتح فوق اللون الأزرق الغامق بهذه الطريقة قمت بإضافة لون بنفس جي فاتحة على الشعر للضوء للسماعات عندما أنتهي سوف ترون النتيجة حسنا سوف نكمل بهذه الطريقة كما ترون بالمناسبة يا رفاق أنا لا أستطيع تصوير كل شيء لذلك أرجو منكم أن لا تنزعجوا إذا سرعت في الفيديو أو قطعت جزءا منه وأتمنى منكم أن تستمتعوا بهذا الفيديو فإنه ليس فيديو تعليمي كما قلت لكم إنه فقط فيديو مسرع وأنا أحاول أن أبسط لكم كيف عملت على الرسمة لكي تكون الطريقة واضحة حسنا الآن سوف نكمل الرسم سوف نبدأ بالضوء نكمل الضوء نعم والآن سوف ننتقل إلى السماعات بهذه الطريقة أضفت اللون الأسود بعدها اللون بنفس جي للضوء كما ترون أمامكم ثم حضرت قلم مصحح أو لون أبيض للضوء وبهذه الطريقة نكمل باقي السماعات لا أعرف ما تلك المتلتات بصارها لكن لا يهم سوف أكمل حسنا الآن ننتقل إلى ما هذا ما الذي أفعله آه الضوء نعم حسنا سوف ننتقل إلى التياب في البداية قمت بإحضار لون أسود ثم قمت بإرخاء عليه لكي يصبح رمادي قليلا ثم أحضرت اللون البنفسجي الفاتحة بهذه الطريقة كما ترون ثم أضفت اللون الوردي للضوء بهذه الطريقة كما ترون ونكمل بنفس الطريقة هكذا حسنا الآن سوف ننتقل إلى باقي التوب أضفت اللون الأسود ثم بعدها اللون الرمادي هكذا وبعدها سوف أضيف اللون البنفسجي ومن ثم سوف أضيف اللون الوردي والآن قمت بتلوين الربطة لونق بهذه الطريقة حسنا يا رفاق هكذا قد نكون انتهينا منها الرسمة وكالعادة يا رفاق دائما ما أضع خلفية للرسمة وأنا أعتدر منكم كثيرا لأنني لا أستطيع تصوير كل شيء فقط لأن الوقت يداهمني وليس لدي الكثير من الوقت لكي أصور لكم كل شيء وأرجو منكم أن لا تنسى يعيجوا من هذا الأمر وإذا ما إن زجعتم من هذا فأتركوا لي في التعليقات وإن شاء الله سأجد حلا لذلك وهذه الرسمة أمامكم أرجو أن تعجبكم وأراكم في الفيديو القادم